اشتركوا في القناة اهل خليفة للثقافة والبحوث منذ تأسيسه في توثيق تاريخ وتراث وحضارة مملكة البحرين واستضافة رجال الفكر والثقافة والفن والأدب عبر تنظيم الندوات والمحاضرات منوها بما حققه المركز من إنجازات ونجاحات في ظل جهوده للحفاظ على التراث كمكون أساسي للهوية الوطنية الأصيلة للمحافظة على تراث وثقافة البحرين العريقة ونقلها للأجيال القادمة وأشاد جلالته بالاهتمام بترميم وإحياء البيوت البحرينية التراثية وجعلها مقرا للفعاليات الثقافية المنفتحة على مختلف الحضارات والثقافات والفنون متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد من جانبها توجهت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة بجزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة لوقوفه الدائم إلى جانب الحراك الثقافي في البحرين ودعمه اللامحدود لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث منذ انطلاقته وقالت معاليها أن الثقافة في البحرين في قطاعها العام والأهلي تدين بإنجازاتها والتي عززت مكانة البحرين كمركز حضاري وثقافي إقليمي وعالمي للقيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله وخلال اللقاء أطلعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة جلالة الملك على آخر المنجزات التي حققها مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث والذي استقبل منذ تأسيسه أكثر من خمسمائة محاضر في مختلف المجالات العلمية والثقافية ومن مختلف بلدان العالم كما كانت للمركز عشرات الإصدارات التي أغنت المكتبة العربية